يقال أن الأمومة هي أول مصمار الدأ في ناش علاقتك الزوجية السابقة ده حقيقي ما أداش أقول حاجة زي كده يعني ليه؟ التردد ده معناه أنه في شيء من الصحة هي جملة غريبة بصي هو أي حد بيجيب بيبي الأب بيغير دي حاجة معروفة يعني حتى دلوقتي في مسلسل اتسألت عن الخيانة اتسألت تخانتي قبل كده قلت يا خنتي قبل كده خنت لأ يعني كلمة خيانة دي أصلها كبيرة قوي لا معداش أنا شفت ده يعني أنا أنا كلمتي ساعات يعني ممكن أجي على نفسي لو ديت لحد كلمة كلمة بس كلمة تخانتي كتير فعلا انت يا دي وقتها أثرت فيها طبعا 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 يعني من صحاب ومن صحاب بنات ومن علاقات حب طبعا طبعا ومالواحد بيتعلم ازاي ما خنتيش ولا مرة يا سمين أنا أنا قدام نفسي أنا مش مش شايفة كده بس لعلمك أنا اكتشفت إن الحاجات دايماً لها وجهات نظر مختلفة من كل حتة صحيح يعني فيه ناس ممكن تشوف حاجات أنا مش شايفاها صحيح ممكن شخصي بقى بيعمل شيء عنده ألف مبرر الناس مش شايفة المبرر بس شايفة الشيء صابت فأنا فيه مبرر للخيانة؟ يعني أنت قدرت يتبرري لحد خانك قبل كده؟ أه سامحتي في خيانة؟ أه سامحت أه لفي وقت طلع المخرج هادي البجوري قال كلام لبرالي ناس كتير تتطفق عليه لما قال إنه أنا ما عنديش مشكلة إن أنا تبقى زوجتي ممثلة وما عنديش مشكلة إن زوجتي تعمل أي شكل من أشكال الأدوار حتى لو أدوار ساخنة أو كذا الدنيا تقلبت عليه طلعتي أنت على طول صرحتي بالانفصال اللي ما كنتوش مصرحين بيه كنت بتفضي الاشتباك وبتنزلي من على المسرح ولا كنت بتبعتي له رسالة ما تتعشمش في رجوع صدقيني نفسي أتكلم من الحاجات اللي اتغيرت فيك إنك ما بقيتش تحبي صراحة البيوت أسرار بيوت والعلاقات الزوجية والحاجات دي أنا تربيت أيوة أسرار البيوت أسرار البيوت مش ندوة صحفية وتويتر دي مش أسرار البيوت اللي يطلع على تويتر يعني اللي أنا أكتبه عندي على تويتر أو على أي سوشال ميديا أكاونت ده مش سر أنا طلعته وما بقاش سر أنا أعلنت إن إحنا اتطلقنا بالزبط وهو وقتها كان قيل تصريحات معانة لي علاقة بزوجته طيب فالاتنين حصلوا مع بعض فبس قالت كان قصدك إيه ليه أنا قصدي حاجة ده ترتيب من عند ربنا مش قصدي حاجة ده ترتيب من عند ربنا لا طبعا مش قصدي حاجة كل حاجة جات في وقتها وكانت مترتبة من عند ربنا الناس وقتها قالوا إن تصريحه تسبب في طلائق ما هو عشان كده ما ينفعش أرد عليك لإن أنا لو رديت على السؤال ده يا مونة هكون أنا بحكي قصة كبيرة قوي لها ما تنفعش تتحكي لأنه البيوت لو تقولي اه أوب لا إلية لازم تحكي قصة أقول إيه قولي قولي ما كنتش بفض اشتباك أو كنت بفض اشتباك آه أوكي الموضوع صغير قوي انت مكبراه جامد أنا بس يعني انتكبرت الموضوع قوي أنا بس مش عارفة أقول أن وأنا بفض اشتباك يعني لأنه هو ولا كنت بفض اشتباك ولا كنت بزود اشتباك ولا كان الموضوع ليه علاقة خالص بأي اشتبا كان ما حستيش إن الوقت ما كانش مناسب للخروج الخبر وخصوصا إنه كان متخبي بقله فترة طويلة فرقة في وشه ربنا ربنا بوسي والله العظيم كل حاجة بتحصل للواحد في حياته مترتبة حتى لو هو اللي اختارها